اشتركوا في القناة مستصفقة يا عدنان اه مو عزة هو المسؤول عن هاي القصص الظاهر عزة مفاضي للشغل اكيد ما عنده وقت من كتر ما عم يكتلح المشاكل العالم وهلا كل الشغل صير عليك تقف عدنان انا رح روح على الشغل مع السلامة يا عمري الله يوفقك ويقويك ويبعث لك ولاد الحلال شوين امي مانا بغرفتها راح تلعند اخوك عزة مو كاويت اللي تياب المدرسة شو بدي يقلبس هلا اف شكلين حتأخر عالدوام وينك خالة فاطمة فاطمة عندها شغل بالمطبخ كنتنا صغيرة يلا كويلا يا يلا هذا كل اللي صار امي اهلا وسهلا شكله مو من قلبك هلا اهلا وسهلا بس ما في مشكلة اهلا وسهلا يا خانو تفضل ارتاحي انتو خدوا راحتكن وحكوا قد ما بتكون انا في عندي شغل صغيري عن طاهر بيك راح روح شوفه وارجع الله معك عمي شو حابت تشربي شاي ولا قهوة ما بنت شي انا ماني جاية حتى اتضيف معقول عزات شو اللي عملتم بارح اهدى وحط عقلك براسك الصبح ما قدرت اطلع بعيون ستة كلورين روح وطلوب السماح منه ولا تكبر الموضوع سديني ما كنت حابب اني اكسر كلمة ستي وزعالة بس كمان ماني ندمان لانو انا عملت عين العقل ما رح تراجع عن رأيي شو ما صار عزات كيف يعني ما رح تتراجع عن رأيك بدك تبقى هيك وما رح ترجع لبيت بارح قلت اخر كلام عندي انا قلت لكم اذا صار هذا العرس ما عاد الي قاعدي بهذاك القصر يا امي ايه وشو رح تعمل هلأ رح تعيش بعيد عن امك واخوك واختك انت بهون عليك هالشي هاد هيك رح تتركنا عايشين بهذا القصر لحالنا لا امي ما رح ترككن بس لحتى لاقي مكان رح جيبكن كلياتكن عندي شو قصتك جنيت هيك شكلك هم بتجيب افكار جديدة على عاداتنا وعادات اجدادنا امت سمعت انه في حدا ترك بيت العز والاغوية نحنا عايشين بأصر ابوك وجدك سمعت حدا ترك أصره هيك ومشي انا كي هالمهزلي لازم اتحطل لحد يا عزات ارجع عالبيت واعتذر من ستك وبوس ايضا قوم هلأ عندي اجتماع مهم كتير امي مشان وصلك عالبيت وبعدين منحكي بهالموضوع اتفقنا؟ ملك خانم مرحبا انا نور الممرضة مبارح شفتكم بالمشفى تفضلي نور مشان عمر زهرة فينا نحكي بهالموضوع مو امه خفي ايدك شوي يلا رح تأخر عن مدرسة بسبب براتك لا تشغلي بالك نجلة عندك اول حصة رياضيات والاستاذ ما بيتداية اذا تأخرت شي طالبة هو هو انتي ما عندك خبار طبعا برنامج الحصة ستغير من زمان اول درس ما نور رياضيات جغرافيا عن جد يلا ضبيلي شان تعطي فورا ولا تنسي تحطيلي الاطلس فيها بصباح الخير يا حلوين من صباح؟ فيكم ترتاحوا انتي قصونا بتعملي هيك؟ مشان انتخير على المدرسة؟ رح احكي لأمي وحسابك معها سهلا يلا نزيلي لطة اللي عندك فوق نزيلي لحون ساعديني نضب الصفرة مبارح لما سمعت كلامك تضيقت وتأثرت و لما شفت حالتك ما قدرت ضل ساقدة المفروض اني احكي الحقيقة انتي معك حق مظبوط كان في تزوير بموضوع تكبير عمر هديك الطفلة وانتي مستعدة تحكي هالحكي قدام النيابة؟ يعني ضروري انه انا يلي احكي؟ ما فيكي انت توصلي يلي قلتلك يا؟ يا ريد لو يقبلوا شهادتي بس كتير ضروري انه انتي يلي تحكي اسمعيني والله عازرتك لو كنت محلك رح كون مرعوبة بس تذكري انه بفضل جهودك رح ننقذ حياة بنوتة صغيرة ان شاء الله اقدر اعسبي انه صار لازم روح على المشفى ايه تمام انتي عطيني رقم موبايلك هلأ وانا بتصل فيكي وقت بدنا نروح على النيابة مشان تقدمي افادتك بخصوص المطور طيب ماشي تفضلوا شرفتوا سهلا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا تفضلوا ايه والله يا رب ايه شو بتشربوا ولا شو رأيكم نفتر مع بعضنا لا ايش لمو نحنا فترانين يا ريد تطلب لنا قهوة سادة ايه امركم طبعوا قالوا جيب لي اربع قهوة سادة وتوصف فيهم ها شو عزة بيت مو هون نحنا كنا متوعدين انه رح نجتمع معوا اليوم عزة مانو هون رح نحكي انا وياكم بالشغل فينا نبلش ما هيك قالوا اين عم ملك؟ عزة تحزير شو صار معي اليوم؟ واحدة من ممرضات المستشفى رح تشهد معنا يا هيك الأخبار الحلوة يا بلد وبها الطريقة رح تنكشف حقيقة القصة عن جد هاد رح يكون درس كبير لألون وزهرة وعلي كمان رح يتخلصوا من هالزواج ليكي ملك أنا هلأ مشغول في عندي اجتماع أول ما خلص باتصل فيكي ما بطول هذا السعر اللي طلبته ما حدا بيدفعلك ياه عم تطلب سعر غالي هذا هو السعر اللي طالبينه إذا رح نبيع براسمالنا ليش لحتى نترك المحل مفتوح ولا أنا غلطان؟ إذا ما عندك غير هالحاكي يا عدنان بايك نحنا قاس فيه ما عد بدنا إيه بس إحنا مو وايكي اتفقنا مع عزة بيك لا تأخذوني يا شماعة اضطريتي تأخر تعال يا عزة بيك سمع سمع شو عم بيصير بغيابك ابن عمك عدنان إلا شوي كان رح يطالعنا من هون ويدنا فاضية خلاص يا الله دخيلك فينا نلعب أنا وياكي شي لعبك؟ كنت أنا وزهرة على طول نلعب كنت أطفر لشعراتها يطلعوا كتير حلوين شبك أنت يا أنا من عمرك شي ما تروح تلعبي مع رفقاتك بالشارع؟ خلاص يا بلد تركي مرتخوكي بحالة روحي على غرفتك ولعبي هنيك يالله إلي كم يوم ملتهية وما مدت إيدي على الشي والبيت متغبر كتير بس إذا كنتي عملتلي فنجان قهوة من تحت إيدي رح أنسى تحبي وارتاح إتصطحي بترتاحي أنا ما بعرف عمل قهوة بالإذن أنا شو حكيت لحتى أخدت على خاطرة؟ شكرا مارا هاي ما أنا متعودة أكيد خجلانة مسكين لي لسانك شوي إذا كتير جاي على بالك قوم ينظر بيعملي قهوة لحالك أنا اللي حفتح الباب بيقولي المتال قال يا قاعديني كفيكن شر الجايين الله يجيب أقدوم هالكنة على خير سكتي بقى هس بيعين سكوتك هلأ بتسمعيك إيجت لعنى الخالة يلي فحصت إختي أهلا و سهلا حنا خالهم صار الوقت لتوفي بالوعد اللي عطيتنيها رشيد بدي يروح شوفها لحفيدتي اليوم خير لا زهرة هيك ما بيمشي الحال البصل لازم يكون أنعم من هيك نعميون شوي يلا زهرة عيدي عليهم علي ما رح ينزل على الغداء طالعوا له الأكل على الغرفة بس يجهز الأكل بسكبله وباخد له فورا لا لا تاخدي أنتي من اليوم رايح زهرة بتطالع له الأكل بس حاضر فوتي ليه لا قدتك لشوف فيلي الباب وراكي وعدتني تاخدني لعند حفيدتي لشوفها بعد العرس يلا خلينا نمشي ونروح لعندها بعد كل هالسنين شو رح تعملي إذا شفتها للبنت يا حنان خانم؟ شو بدك تقولي لإذا وقفتي قدامها؟ لا رح شوفها ولا رح تشوفني أنا بس بدي ألمحها حتى لو من بعيد بدي أتطمن عليها للبنت وأعرف شو وضعها ولولا مرة واحدة حاب يشوفها قبل ما موت يعني حكيك حلو على عين والرأس بس معقولة فجأة نروح لعند الجماعة بالأول لازم نروح نشوف الزلمين نحكي معه ما بصير نجهز كل شي يا خانم بعدين ما نروح تاني يوم مو بعد يوم أو اتنين بكرة رشيد بكرة بدي يروح لعنده وشوفها اشتركوا في القناة طيب يلا ضبوا الكتب بالشناتي ويلا ما خلص بكمل بالبيت فهمتوا علي بكرة بدي شوفهم جاهزين تفضلوا عدوا يا أولاد ملك خانم إن شاء الله ألف مبروك طلع معك حق بكلامك زهرة طلعت التاني بمسابقة مواضيها التعبير وبفضل نجاحها هاد رح تجينا مساعدات على المدرسة ورح يكون في مساعدة قرطاصية لكل طالب من طلابنا كمان زهرة رح تحبها الخبر كتير شكراً كتير لألكم ما رح يكون بس هالخباري اللي رح توصلي ليها إن شاء الله ألف مبروك الله يبارك فيك بي أرزاك بخاطرك عزتبي الله يبارك فيك الله يجعلها وسهلة شكراً بيناتنا شرفت بمعرفتكم ليش كسرت السعر اللي طلبته أنا الجماعة يجول عنا برجليهن ليش هيك نزعتها شو مشان السعر اللي اعطتهم يا من قبل لعلمك نحنا بحياتنا ما تعملنا بهذه الطريقة يعني السعر اللي انتي قلت عليه أكيد ما رح يمشي معهن أنت بتشتغل معنا مو معهن ما كفاك اللي عملتهم بارح فوق بتجي اليوم وبتحطني بهالموقف السخيف عم تشتغل لمصلحة الغريب مو لا مصلحة عيلتك موسيقى ليش انتي اللي عم تجيبي الأكل ليش ما جابتوا لخالي فاطمة مارت حمي زم الروض هيك بدا رح اترك لك الصانية هون ما بدي التهرام قوعك مرة تانية ما بدي تجيبي الأكل لهون زهرة وما عد بدي شوف خليتك بالغرفة هون روحي قليلة لأمي ولا الكل أنا ما عد بدي ياكي هون يا زهرة ما بدي ياكي عم تفهمي؟ ما بدي ياكي عم تفهمي؟ وانا كمان ما بدي يكون هون لك حتى يفهمني انا شو زنبي انا كمان ما كنت بدي يتجوز مثلك انت واكثر منك كمان فهمني انت شو بدك مني هلا؟ بدي تنقلعي من هالبيت يا زهرة لأنه طول ما انت بهالبيت انا ما رح عارف ارتاح ابنوبو ما رح كون مبسوط لأنه عم شوفو الشيك هون اصدر انا ما قتلت حالي كرمان اجي لهون واتجوزك إلاك هاد البيت وكل يالي فيه كل يادكون ما تضطقوا له يا حي انت كنتي عم تلعب يا لعبة البنت المسكينة ما هيك؟ شفتي لما خليتك تعصوي شوي كيف طلعوا الشيك الحقيقي؟ شو عم بيصير هون؟ شو قصتكون؟ عم بيصير انه البنتي اللي فكرتوها مسكينة كشرت عن نيابها هي طلعت حية من تحت ابن لا تبعتوها مرة تانية على غرفتي معت بدي شوف وشها والله بأزيها علي خلقي صار براس من خيري ما اني ناقصتكون انتو كمان؟ من اليوم هو رايح اذا ما اكلت على السفرة زهرة رح تجيب لك الاكل وازا بتتعود بيكون احسن ايه؟ وكل ما جابتلي الاكل رح اقلبه على الارض ايه عال كل ما قلبت الاكل زهرة هي اللي رح تنطفه معناتها يلا زهرة نطفي الارض مرحبا عزاد اهلا وسهلا ليكي انا ماني اقصد خليك تفدي الامان بس اللي بس اللي بدي يقوله لا تتأمل كتير لانه بلاغنا مبني على تقرير لتحديد العمر وهالشي معناته انه رح يكون في شكوك بالموضوع لما الشهادت عطي افادتها وكيل النيابة رح يطلب تقرير جديد من المشفى لا تاكلهم البنت اللي بدي تشهد معنا موجودة وجاهزة ما رح يكون في اي مشاكل اليوم اسمعت كتير اخبار حلوة هاتي لاشوف سمعينا زهرة طلعت بالمرتبة التانية بمسابقة موضوع التعبير مبروك زهرة بنت زكية شطورة كتير بفضل المدرسة استفادت وخصصونا مساعدات وكما في مصاري لزهرة اهلو ايه اخي برشع بتصل فيك بعدين تمام تمام لا تواخذيني رح روح لعندكن عالقصر بعد المغفر حابة بشرها لزهرة بها الخبر وشوفها بس خايفة ما يخلوني فوت ما حدا بيقدر يمنعك تفوتي لما تكوني معي بنتي نافين شو رأيك اذا ما عندك شي تساعديني شوي بتجهيز الصفرة صدقتي حالك اني اجيت كني على بيتك لا تكوني نسيتي انك من قبل كنتي خدامي عنا بالبيت وكنتي تخدميني وقتا كان شي وهلأ شي تاني يعني كل شي تغير انتي هلأ صرتي بنت هاد البيت شو هذا اللي تغير؟ انا ماني بنتها لبيت فهمتي لزم يحدودك يا ميسون خانم لاحظاش شوي شو اللي عم بيصير؟ بعد هيك ميسون خير يا بنتي شو الموضوع؟ حاجة تقلي بنتي عالروحة والجية انا لاني بنتك ولا بقرة بكون فهمت وقول لها مرتك لبقطع للي خلي احسن لكون لاك شباكي ميسون البنت لسا مبارح وصلت ع بيتنا ليش هيك عم تتغطي عليها؟ تركيا براحة لسا تعروس جديدة بدت تدلال شوي هدي يا ضناي روقي وطولي لي بالي لا ما بدي رؤولا بدي طول بالي انا ما فيني يعيش بأن الجاجلم بهدها الهادية بكفي بقى انا ملت من هالحادي ليش عم تعيتوا؟ من اخر الحاركة عم اسمع صوتكن ابني انا ما اهملت شي ولا حكيت شي والله يعني جهزت كل الصفرة لحالك بتنعصي اذا بدشي بي هالمعلقتين الشغل مستاهلك لها العياط يالله يالله ليش جاي على المخلوق اكل هالقد ركيا بحالة لا تدخلي انا كنت بدي اياها تتعود علينا وتحس انها واحدة مننا لك عم بيعيني سكوتك بقى ما ملتي من كتر الحكي؟ ربي يا اخدك وريحني منك امي لا تواغزي يا لنيفي انتي اكتر واحدة بتعرفي ظروفها لهيك هي صايرة عصبية تعود علينا مع الوقت انتي ارتاحي ولا تدايق حالك خير ليش عم تبكي يا روحي ولسه عم تسألني ليش عم بكي يا سليمان ما انك شايف الحالة اللي نحنا فيها انا ما فيني عيش بهذا البيت حبيبتي نيفين نحنا مجبورين نعيش بهالبيت ولولا فترة قصيرة لا ما اننا مجبورين خلينا نفتح بيت ونعيش براحتنا انا وياك شو رأيك؟ منين بدي يجيب مصاري؟ انا اليوم لحتى استلمت الشغل الجديد تحملي شوي وتعي على حالك طيب تركيني صمت شوية مصاري على القليلة منبيع الدهبات اللي معي ومنشتري بيت شغلة سهلة انتي مفكرة انه هدول الدهبات بيجيبوا لنا بيت؟ لك منبيع الدهبات بتدين من حدا منساوي اي شي هذا موحكي يعني انتي برايك انه بهالسهولة بيتدبروا المصاري؟ سمعني منيحس الامان موت حالي ولا برضا اني عيشها العيشة عم تفهم؟ شو عاجبتك هالحالة يعني؟ اذا انتي ما بتقدر تلاقي حل تركلي الموضوع كل يوم بتظل فيه ملك هون رح تعمل مشكلة المفروض انه نلاقي طريقة مناسبة لأاخدها وبعد من هون بسرعة بعد اللي صار مبارح اكيد بتكون فهمت انه ما رح تقدر تستمر هون حياة بمنطقتنا ما بتمشي ابدا متل ما هي بدا جبنا سيرتها قامت التصلي قالوا نعم ايه بنتي؟ قلتلي ما رح اقدر انقذها لزهرة بس طلعت غلطان بابا هلأ رح نقدم شكوى نتهم فيه عائلة كيرمن بانه نطلعوا شهادة مزورة لعمر زهرة كيف رح تسبتها الحكي اللي عم تقولي؟ في بي ايدك اي دليل اسبات؟ لا ما عندي اسبات بس عندي شاهدة واحدة من ممرضات المستشفى مستعدة تشهد معنا بس نحنا محتاجين لمساعدك انت كمان بدك تساعدنا بهالقصة مو هيك؟ ايه طبعا مساعدك شو الموضوع؟ الخبر اللي اسمعته هلا ما رح يسرك بنتي ملك لقيت شاهدة اسبات مستعدة تشهد ضدكن يلا حنان خلصينا بقى قولي لغا الخانم ملك تطمن وما تشغيل بالها بنتي رح تكون بقى يادي امينة ورح ندير بالنا عليها منيح ملك ما عنده خبر مش اني عامنا عامله بنوب هي بتعرف انه البنت توفت لكن احنا رجال اعمال مهمين ومعروفين علاقاتنا التجارية كتير قوية ورح تشوف بعدين انه هالعملية ما رح تلفت نظر حدا ونخلص حالنا ونطلع مثل الشعر من العجين ان شاء الله يصير مثل ما عم تحكي عدنان اغا بس يكون بعلمك الشغل عنا مال ومثل التجارة تبعكون اصعب واخطر بكتير انت بس عطيني المصاري وماني مفكر بالباقي اهلين بابا في ممرضة من ممرضات المشفى قرر تشهد لصالح زهرة وبدأ تقول انه زورنا عمرة خير يا خانم شو صار مشان شو هتضجي علي قلب صنية الاكل بخلقت زهرة يا الله دخيلك ليش هيك عميامي؟ من وقت ما اجتها البنت صارت خلاقه اصعب من قبل ما عد تعرفت شو بدي اتصرف عزت كمان حمل حاله وراح على مين بدي ازعل فيهم ما عد تعرفت طيب شو قالك اليوم لما رح تتحكي؟ ما نوناوي يرجع عالبيت؟ قال لي ما عاد يرجع وطالما عملت العرس بدون اذني خلاص ما عاد ارجع لعندكن عالبيت عزت يا روحي كان قلبي حاسسني انك رح ترجع انا امي لما علمي ملك اجيت لانو عنده حكي بدي دوله لزهرة ولهيك انا اجيت بدي تشوفش عشر دقائق موسيقى 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 على شو عم تتطلعي يا بنت خلصي الشغل يا لب ايدك ونقلعي من غرفتي الأرض وزخة لسه الآن سيولاك خير إن شاء الله أنسى في شي أنا بس أجيت لشوفك عنجد عم تحكي؟ أه أي عنجد يلا تعي فرجيني غرفتك غرفت هناك تفضلي عزات يلا خلينا نفوت لعند ستك لتبوس إيدها لا تحرشيني ولا تحكي بي هالموضوع خلاص بكفي يلا تعي نقعد نحكي هل تحكي بي هميجعوكي؟ مو كتير ما عم يجعوني هاد إليك جبتي المركز الثاني بمسابقة التعبير اللي شاركتي فيها عنجد أنا ربحت؟ هم؟ والله معني مصدقة تصوري إنك تلعتي التانية من بين مئات الطلاب اللي شاركوا بالمسابقة من كل المحافظات زهرة بس معي زهرة بدي إياكي توعديني إنه لو شو ما كانت الظروف شو ما صار ما رح تتخلي عن رغبتك بالدراسة اتفقنا ماشي؟ يلا وعديني لاشوف وأنا بالوضع اللي فيه بخاف إني قعدك وما قوفي بوعدي وعديني ورح تقدري وكل شي رح يتصلح انتي بس لا تتخلي عن طموحك اللي جواتك وسقي فيني كل شي رح يتحقق شو ما بدك توعديني؟ ايه في شغلة تانية هدول المصاري إليك وكل اللي بالمدرسة وأنا كمان فخورين فيكي زهرة يا ريت تعطيهم لأمي يا أنسة ملك أنا ماني محتاج لهدول المصاري هون أبدا عطيهم لأمي بتجيب فيهم شي لرفيف أمي وأختي بحاجة إلون أكتر مني بكتير حبيبتي سمعي هدول المصاري إليك فهمتي؟ هدول من حقك أنتي لأنه أنتي كسبتين لهيك خديهم وخبيه ولا تخلي حدا يدر فيهم إيه؟ إذا أمك أو أختك احتاجوا للشي وقته بتعطيهم ياهم بإيدك ماشي؟ عزت شو قصتك؟ فهمني لاشي معنت كل هالقد؟ لصا ما نعناد أمي عندي أسباب تاني لموقفي ماني عرفاني لاش هالموقف أصلا؟ لاش هيك عم تعمل فينا؟ اسمعيني أمي هون في شريمة صارت والكل عم يتجهالها أنا صارت وأنا ما عندي استعداد تجهالها ويكون معكم وكأني موافق عليها إذا رضيت إني اسكت ويعيش بهذا الأسر راحكون وفاقة شارك معكم بهي الشريمة إيدك ستي وعلى أساس ما راح ترجعك ما رجعت لمعلمي ملك عندك كم شغلة بدي تحكي فيهم مع زهرة فما حبيت تركها تجي لحالها لمعلمي المثقفة لكان أنت أجيت معا أنا كنت نسيانة هي اللي تجرقت ووقفت بوش عادات وتقاليد عائلتنا بتقوم حضرتك وبتجي معا يلا بسيطة أنت وين قاعد هلأ؟ لحتى لقي مكان لحالي قاعد عند العم براهين وبعدين ما بعرف وين بصيره راح أرجع زورك عن قريب ماشي زهرة؟ انتبهي على حالك منيح عزات خده وروح قبل ما تعصب ستك ماشي يمي خلص راح نروح ديري بالك إيه؟ إيه؟ باي يسلموا إيديكي إن شاء الله صحة وهنا ماما على فكرة زهرة اليوم طلعت الثانية بمسابقة مواضيع التعبير يا الله لو بتعرفيها لهي البنت قديش زكية اليوم رحت لعندن على الأصر وبشرتها بالخبرية فوراً وقلت لها أني راح تعلعها من هناك عن قريب هالبنت راح يكلها مستقبل كبير وبكرة راح ساعدك مشان نحل موضوع النيابي انتي بس قولي إن شاء الله ممنونة بابا عن جد شكراً كتير ما راح أنسى لك هالشغلة شكراً لأنه ما تركتني لحالي الله يخلي لي ياك ايه بيقول المثل اللي ما بيجي معه التعامعه لش انتي ميني بيسترجي إنه يوقف ضدك يا الله ما نفرحتي اليوم من سيت اتصل بالممرضة نور مشان اتفق معها أهلا وسهلا ملك خانو مرحبا نور كيفك؟ بكرة بعد المدرسة أنا رايحة على مبنى النيابي واحتمال كبير إنه يفتحوا محضر بالقصة اه أكيد راح يستدعوك مشان تقدمي شهادتك وتوقي عليها راح تجي ما هيك؟ ايه راح يجي لا تشغلي بعلك بكون عم قسنة تليفونك كتير منيح بكرة بشوفك لكان بتعرفي أمي؟ عزة مو بس مبعدة عن الأصف شكله مبعدة عن الشغل كله كمان ليش هيك عم بتقول؟ لأنه اليوم وقف في وش عدنان وهنين بالاجتماع فيك تقولي يعني كأنه كان آخذ على خاطره منه وبيسبع بعناده لعزة انتزع الشغل وفقسة البيعة ما كتير فهمت عليك عم تمدحلي بابنك عدنان؟ ولا عم بتزم بابن أخوك عزة قدامي؟ ليش قديش إله غايب؟ أصلا القصة صارت من يومين بيهالسرع عادته لابن أخوك وصرت تحكي عليه؟ مو هيك القصد غانم كان عم يقلك بس إنه يعني هو يليوم كل الشغل اللي نشغل والسفقات اللي صارت فكريني ما بعرف أنه صارت بفضل شطارة عزة غلطانين إذا فكريني ما بعرف شي عزة أي شي بيحكي أو أي شي بيساوي بيكون ورا سبب مقنع أكيد الله يرضى عليك ويوفقك يا ابني تسلمي يخلينا ياكي خالي أمين إذا فيه أي شي نعملوا نحن جاهزين أمي أنا أجيد تعيي بنتي تعيي ليكي في عنا ضيف؟ ما في أهلا وسهلا يا أنسي نور نور؟ عدنا بيك مشغول باله على أخوك يا حسن لهيك إجي لعنا حسن صلو شهور طالع على الجبل شو يلي صار هلأ لحتى ينشغل باله عليه هيك فجأة؟ لك شبكي بنتي؟ هدا حكي بين حكي قدام الضيف؟ ولا يهمي خالتي أمينة مو مشكلة معناها ما في نصيب نشوف ابنك شو بدنا نعمل؟ خلينا نقول إن شاء الله خير بكرة الشباب رايحين على الجبل بعملية تهريب ورح يشوفوا لأبنك حسن رح نوصل له سلامك كيف يعني؟ أنا ما فهمت عليك شو يعني؟ انتو عرفتوا وينو؟ نور خانم نحنا ما منقول كلمة مو قصدينا بترجاكي أمي لا تبكي عادي ورطاح وطولي بالك بس خمس دقائق بش تي يشوفوش ابني خمس دقائق شو رأيك نور خانم؟ أكيد انت بهمك أخوكي متل أمك ولا شو؟ شو فيه ماما ليش ما نمتي؟ مو جاييني نوم ما في شي يا روحي تطمني بتاع حي لا تتوتري هيك فورا ما قدرت تنامي انت كمان؟ أنا فرحانة باللي صار وما قدرت تنام أبدا بكرة ممكن يكون يوم خلاصة لزهرة إن شاء الله يا عيوني إن شاء الله بترتاح بقى ملاك؟ من وين جبتي هل هاي الجرابة؟ في عنا بالمنطقة هون ست مسكينة اسمها بوران من كم يوم تركتها قدام باب بيتي يعني هاي هدية منا بنتي مين هاي بوران؟ هاي واحدة مبروكة كأنها والله ما بعرف يمكن بنتي اللي خسرتها وقت الولادة واللي حزني عليها ما انتهى لحد اليوم بجوز بوران شافته بعيوني شكرا 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 ملاك؟ رحت أغدي معك صندويشة على المدرسة حبيبتي؟ لا ماما بس شفت بوران قاعدة على الباب قلت بعطيها صندويشة مشان تفطر لا تتأخري على مدرستك يلا تيسري أنا بعطيها الصندويشة ومنه بتعرف عليها إيه؟ إيه طيب متل ما بدك يلا يسلموا شكرا شكرا شكرا